طيب طيب السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سألني بعض الإخوة عن موضوع الشيخ حادم صلاح أسماعيل وبعض الإشكالات طيب خليني أطرح الموضوع كالتالي الآن في وقتنا المعاصر كثير من الشباب بينشأ الحمد لله بيتعرف على الدين بينشأ على موضوع القرب من الكتاب والسنة والآثار وهكذا ويكسر التحذير في الشباب حاليا والحمد لله في عدد لا بأس به من الشباب المتحمسين لهذا الخير العظيم وهناك بعض الأمراض التي يتم التحذير منها بشكل كبير جدا على رأسها ما يسمى بالحركية ويقصد بها مجموعة أمراض ومجموعة أعراض نتجت بشكل أساسي من مدرسة قد نسميها مدرسة المنار يعني انتعد محمد عبد المحمد رشيد الرضا ما نتج من تلاميذ الإشكالات التي نتجت بعد ذلك التحركات والتحذبات المختلفة ولها شواهد مختلفة ولها أعراض مختلفة وهذا لعله يكون مبحث نتكلم فيه بتفصيل في وقت لاحق ولكن أريد أن ننبي على عدة أمور ومتعلقة تماما بالنقد والإشكالات التي ممكن تطلق ونحن نتكلم عن الشيخ حازم صلى الله عليه وسلم أولا علينا أن ندرك عندما نتكلم عن نقد الحركية نحن لا نتكلم عن نقد التحرك لدين الله سبحانه وتعالى والعمل لدين الله سبحانه وتعالى يعني فكرة أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في نفسه وفي خاصته من أهله ومجتمعه وعلى أي مستوى يمكن أن يصل إليه وقول كلمة حقا عند سلطان جائر وبيان الباطل الموجود في المجتمعات في الدول في الأفراد وتغيير ذلك طبعا والنصح في ذلك يعني من يكون الإنسان صادق في أنه يعني يوازن المصائح والمفاسد وهكذا وليس الموضوع مجرد يعني هوا تمام فهذا ضروري فهذا بطبيعة الحال سيعمل بعض الناس على هذا بشكل فردي يعني هو يعمل فيه لوحده ويعمل المستطاع وبعض الناس سيكون المستطاع عنده درجات أعلى نوعا ما يعني أو أكبر أو أشمل فبعض الناس سيكون له قدرة اقتصادية بعض الناس سيكون عنده مؤسسة أو سيكون عنده نوع من الإدارة سيكون عنده نوع من التولي سيكون عنده نوع من الولاية سيكون مدير رئيس وزير يعني كل إنسان يتدرج في هذا وبعض الناس بالعكس قد يجد من نفسه قدرات نفسية وعلمية تؤهله لأن فعلا يعني يسعى لهذا يعني هو يطلبه بدرجة معينة يطلبه للإصلاح يعني هو يرى إنه تمام أنا طبيب جيد الحمد لله ربنا يسأل لي إنه عندي قدرات جيدة وعندي حبل الدين وعندي شيء من العلم يساعدني أني أصلح في هذه المؤسسة التي أنا فيها فلا أكتفي فقط بمجرد كوني طبيب أعالج وإنما سأصبح إن شاء الله رئيس لهذا القسم بعد ذلك مدير لهذه المؤسسة بعد ذلك قد أصبح صاحب مؤسسة بغض النظر فيتدرج في هذا وهذا يصلح في كل المستويات أنا مهندس في مؤسسة حكومية فأتدرج في المناصب فيما يصلح أحيانا أجد من نفسي لأضعف وهذه فتنة وقد تكون فيها تقرب من السلطة لدرجة تفتني عن ديني أو تجعلني عرضة للضغوطات فعندئذ تأتي النصوص اللي فيها تحذير من التقرب من السلطان فينتبه الإنسان وهكذا فهي موازنة تدخل فيها المصالح المفاسد وتكلم فيها أهل العلم يعني ليس شيء نفتي فيه فتوة جديدة ولكن من المعيب جدا أن يصبح لأن عندنا بعض الناس الذين غارقوا في مثل هذا الأمر اللي هو موضوع البحث عن التمكين للدرجة أحيانا غلبت على بعض القضايا العقدية والشرعية فأصبحوا يسهلوا ويتنازلوا عن أمور أساسية مطلوبة من كل مسلم لأجل قضايا معينة لأنها سياسية معينة لأنها في مصلحة تحرك الحزبي للأهداف التي يرجونها للأولوية التي يرونها هذا ليس أكيد مثلا مفهوم وحدة الأمة هذا دين هذا دين هذا دين فكرة السعي نحو الوحدة والبعد عن الاختلاف والفرقة هذا دين هذا دين ومن لا يعتقد أن هذا من دين الله سبحانه وتعالى مشكلة مشكلة هذا مش فهم الدين وعنده مشكلة وقد يصل بهذا الإنسان إذا نازع الأدلة وإذا قلت له قال الله وقال رسوله بالأدلة التي توصي بالوحدة ووحدة الصف والبعد عن الفرقة والذلة بين يدي إخوانك ونازع في هذا فقد يخشى على دينه من جذوره طيب إيش المشكلة إذن في هذا المفهوم هذا المفهوم فقط مشكلته أن بعض الناس أخذوه وأصبح هذا يطغى على غيره من مساحة الحق وأصبح عندهم نوحد الأمة بغض النظر ويجعلنا هذا نتنازل عن الأمر من معروفنا المنكر وعن توصيف الناس بالكبرى أو البدعة بحسب حالهم وعن أن نوضح الأخطاء وعن ننصح للمسلمين هنا عندئذ نقول لا هذا من أمراض الحركية فهذا مهم جدا أن ننتبه له ومرة أخرى هذا قد يأتي بالتفصيل عند إن شاء الله مباحثة موضوع الحركية أصلا وأمراضي وأنا أنصح في موضوع فهم الأمراض الحركية المختلفة بسلسلة دردشة حول مدرسة المنار للشيخ أبو جعفر الخليفي مهم جدا في هذا السياق مع الانتباه ويجب أن تكون عاقل وتفهم أن ليس كل مثال يذكر في أمراض الحركية أنه يمسح تماما يعني بعض الناس تمام لأن من أمراض الحركية مثلا كما قلت لكم موضوع تغليب وحدة مفهوم وحدة الأمة لدرجة حتى تطغى على التوصيف وعلى الأمر معروف أنه عن المنكر بين المسلمين فقط الأمر معروف أنه عن المنكر مع الحكام مشكلة لأنه كما هو في المقابل عكس موضوع الذين يقولون في موضوع الخروج على الحاكم سواء الكافر ولا الظالم وكيف يكتم التعامل معه والمصلح والمستدى فيه فوصلوا لدرجة أنه حتى أسقطوا الأمر معروف أنه عن المنكر مع أصحاب الأمر هذا يشكل فوضح كيف المشكلة فهذه أحد أهم المشكلات لأنه أصبح الناس اليوم أي إنسان عنده تحرك في السياسة أي إنسان عنده تحرك في الدعوة عنده برنامج بين قاسين برنامج دعوي برنامج سياسي برنامج اقتصادي برنامج إحنا لازم نكون سبهل هكذا أهل الحديث أهل الحديث والأثر سبهل أهل الحديث والأثر ليس عندهم نظام أهل الحديث والأثر ليس عندهم لا مثل ما مثلا يكون عندنا نوع من الحساسية تجاه أصول الفقه المدخولة التي أدخل فيها من مسائل أهل الكلام وكذا طيب تمام هل معناه معناه أصول الفقه؟ بل أبو أصول الفقه كان واحد من أئمة أهل الأثر وأهل الحديث الإمام الشافئ هذا أصول الفقه فوالله لا إحنا لأنه لا نلتزم الطريق المدرسي المعصلجة اللي فيها نوع من الصدق الذي يعكر الأمور وكذا اللي هي المتأخرة فمعناها إحنا سبهللة والله لأنه في ناس تعصبوا للتمذهب إحنا سبهللة لا ليس هكذا نفس الشيء أمراض الحركية ومشكلة الحركية إذا بدنا نسميها أن فكرة الحركية تعبر عن مرض أصلا أو مجموعة أمراض ليس معناها أن التحرك لدين الله صاد تهمة بل هذا واجب بل من المعالجة الصحيحة لموضوع أمراض الحركية أن نسعى نحن لإصلاح أنفسنا والتحرك الصحيح فنعين إخواننا الذين أخذوا بتلك الشبهات وتلك الأمراض أنه لا يجب على تخير هكذا يكون التحرك هكذا يكون إصلاح المجتمع هكذا يكون إصلاح الدول هكذا يكون إصلاح الأفراد هكذا يتكون إصلاح الاقتصاد هكذا أئمة السلف من الذين كانوا يكتبون في هذا هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالعادات والمعاملات والعبادات كل هذه كتب أهل العلم أليس من الزهاد من كان يكتب إصلاح المال كتاب إصلاح المال إصلاح المال أهو إصلاح المال حركية لا ليست حركية إصلاح المال كما ينبغي إذا طغى المال والمصلحة المادية على هذه الحركية المذمومة تمام؟ فلا نؤخذ بالرسوم لا نؤخذ بالرسوم أصبح كل إنسان يتكلم عن حقوق المرأة وتقوى الله في النساء حركية كيف يا جمعة الخير النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من أحد الإشياء التي يركز فيها في التعامل مع النساء اللي هي فكرة حقوق المرأة لأنها ضعيفة لكن إحنا عندنا مشكلة أنه صال الموضوع فيه طغيان فهذه النسوية الطغيان اللي فيها لا أنت وأنت وأحتى وفي النسوية الإسلامية والنص إسلامية وكذا اللي فيها النزعات المشكلة طيب كيف إحنا سنعالج النزعات المشكلة ونحن فقط يعني نضربها ولا نعطي المفهوم الصحيح اللي هو آه نعم النبي صلى الله عليه هذه كانت توصياته يعني أنا الآن أنت الآن أقول لك أنت أنت اللي ضد الحركية وضد النسوية وضد تفكر معي بالله عليك ضع في ذهنك أول شيء يخطر في ذهنك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن النساء أول شيء يخطر في ذهنك أنا لا أريد أن ألقمك أنا من عندي أنت بينك وبين الله بينك وبين نفسك اسأل نفسك ما الذي خطر في ذهنك الآن لما قلت لك تذكر أحاديث عن النساء يعني كيف أنت أنت ماذا عليك أن تفعل مع النساء أنت كمسلم كيف تتعامل مع النساء سواء النساء هذه كانت زوجة أم ابنها كذا ستجد أنا أرى شخصيا هذا الذي أولي يخطر على ذهنك قد تقول أني أنا مشبع بالنسوية أم هي هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بهن فإنهن عوان عندكم اتقوا الله في النساء هذا أول ما خطر على ذهنك صراحة أول ما خطر على ذهنك خطر على ذهنك في المقابل التنبيهات التي للنساء أنفسهن هذه مسألة أخرى هذه للنساء ليست لي أنا أنا أدعو النساء بها له موضوع تماما أنها تتق الله وأن كنا أكثر أهل النار لأنه يكفرنا العشير هذا خطاب لها وإذلك ترى أصلا هذا كذا الشريعة تخاطب يعني النساء ما لازم النساء يركزهن أنفسهن ما لازم يركزه على استوصب النساء هذه ورفقا بالقوارير هذه الأحاديث الرجال يركز عليها لكي ينتبهوا والنساء تركز على ما عليها كل إنسان يركز بما عليه هذه أمور موجودة يعني ما أقول كل إنسان جاء يوصي الرجال بأنه والله يتق الله في النساء يا جماعة الخير فهذا نسوية بالعكس تماما بالعكس تماما بل عكس النسوية بالمناسبة الوصية بالنساء ترى عكس النسوية تماما لأن النسوية تقول لا تناطح الرجال والنسوية الإسلامية التي تعمل وتجاهد في سبيل الله وبدأت تبعد مع الرجل في نفس الصف وفي نفس الثغر أو مقاربة لهذا شوي نركز بارك الله فيكم شوي نركز فأرجع لموضوع الشيخ حازم طيب فهو إيش الكلام كان يعني الشيخ حازم صلى الله واسمائيل في طرحه هو يطرح التاريخ خاصة لما كان في موضوع الترشح للرئاسة فهو كان يرى أنه يجب أن يكون هناك مرشح للإسلاميين لأنه كانت فرصة جيدة فنقدم أحدنا وكذا فلما أبى عليه الإسلاميون وكان في مباحثات بين العسكر وبين الإسلاميين ويبدو أنه كانوا يعني بايعين هنا وعما فقرر أنه يقدم نفسه وتأول هذا وإن كان لا يحبه على الأقل هذا الذي يقوله ونحن مأمرون بالأخذ بالعفو وهذا الذي يظهر والله تعالى فتقدم لهذا وقدم نفسه على أنه تمام أنا أريد هذه الدولة أن هذا منصب هذا منصب فهذه ليست بيعة للمسلمين بيعة للمسلمين ككل ولا خلافة ولا ما يحزنون هذا منصب ولكن منصب كبير جدا وهو ولاية يعتبر هذا المنصب فيه له صلاحيات له صلاحيات وعليه هجبات يعني هكذا وعندي من المشاريع ما يمكنني أن أصلح فيه ما استطعت أو على الأقل أقلل الفساد ولذلك كان يرى أنه يعني فيه المصلحة أنه ينزل على الانتخابات ويترشح لهذا بعض الناس قد يقول لي أصلا الديمقراطية حرام كذا كذا يعني هذه أنا أقول لك ما فهمته من وضعه وما كان يقول وإنه أنا إذا كنت في هذا السياق سياق الدولة أنا أؤمن بالكتاب والسنة وأن وحتى لو كان القسم متعلق بالدستور المصري فالدستور المصري هو رجل قانون يعرف أن الدستور المصري فيه أشياء بتحتاج معالجة والمعالجة هذه بتأتي مع الوقت ولذلك وكلها الأصل في الدستور ما يعالجها أصلا يعني الدستور نفسه سيعين على معالجتها إذا كان فيه الصلاحية المنهسبة وهكذا ولذلك لأن القانون أصلا يعني يثبت هذا أن الشريعة من المصادر الأساسية للتشريع وهكذا وعلى هذا تقدم طيب فلما تقدم لهذا المشروع وهو أن يكون رئيسا للجمهورية جاءته فرص كبيرة جدا أنه يعرض دعوته للناس ودعوته من وجهين أول شيء دعوته دعوته الإسلامية يعني يعرف الناس في فكرة الدين وكيف المتدينين ممكن أن كيف يتعاملوا مع القضايا الواقعية والسياسية وهكذا ثم دعوته للترشح لكي يعني ينتخب يعني فيسأل عن قضايا كثيرة جدا وطبعا الإعلام يركز على قضايا مشكلة عشان يشغل يعني بدل ما يسألوا عن عندك الموضوع الاقتصادية ماذا سيفعل سياسيا ماذا سيفعل عسكريا يعني أين ستذهب الدولة هذه المصرية لا هم يركزوا على أشياء الحجاب طب بدك حجب النساء الموسيقى بدك تمنعها الفن شو بدك تسوي فيه تمام هكذا فهو كان يقول قول واضح جدا ويكرره كثيرا في مجالسه الخاصة في العام في القنوات الإعلامية كل نفس الكلام وهو أنه أنا إذا ربنا يسر لي أن أكون رئيس هذه الجمهورية أنا صاحب منصب منصب هذا منصب أنا لست الحاكم في كل شيء أنا هذا منصب إلي صلاحيات صلاحيات محددة فالصلاحيات هذه المحددة ليست في كل شيء فهناك في بغلمان في قضاء في مؤسسات مختلفة أنا لي صلاحيات والناس عندهم قدرة تحمل معينة أيضا لأنه بحسب الأمور هذا لا يمنعني أن أقول الحق الذي أعتقده أنا ولكن الحق الذي أعتقده أنا والذي أقوله للناس وأدعو الناس إليه هذا شيء والذي أستطيع أن أحكم به هذا شيء آخر لأستطيع أني أفرضه على الناس وهذا بيختلف بحسب صلاحياتي أنا كرئيس وبالمصلحة أحيانا والسياسة والمداراة أحيانا وهكذا وكان يرفض تماما فكرة التدرج في الشريعة لأنه لا يوجد شيء يسمى التدرج في الشريعة هذا من الزندقة ماذا تدرج في الشريعة الشريعة كما هي الحلال حلال والحرام حرام ولكن كما قلنا نأخذ بعين الاعتبار الصلاحيات الموجودة نأخذ بعين الاعتبار قدرة تحمل الناس نأخذ المصالح وهكذا ونأخذ بعين الاعتبار شيء أساسي والذي كان يدعو له فكرة المؤسسات لأنه كان يدعو لإصلاح مؤسسات الدولة وأن تكون المؤسسات تصلح لأنه بالأخير لن يبايع على أنه خليفة المسلمين الذي سيبقى إنما تكون فترة رئاسية ثم يذهب فهو يهمه أن يصلح النظام قدر الإمكان بوجوده وعدم وجوده فيصلح الماكينة نفسها ليس كيف سيشغل الماكينة بعد ذلك لا هي الماكينة نفسها تصلح لكي تصلح سواء هو موجود ولا مش موجود فهذا إيش معنى؟ معنى أنا أريد أنا أريد أنه يكون مشاريع الأساسية في تهيئة الجو لذلك فأريد مؤسسة القضاء إصلاحها وتنقيتها مؤسسة الأزهر تنقيتها وإصلاحها المؤسسات الأمنية تنقيتها وإصلاحها البرامج الاقتصادية البرامج الاقتصادية نعم في بعض البرامج لكن هي بشكل أساسي النظام الاقتصادي وكيفية التعامل مع أصحاب رؤوس الأموال ومع الناس وهكذا وكذلك الوضع الاجتماعي وهكذا طيب فلما تيجي تسألني ماذا تريد أن تفعل في كذا؟ مثلا ماذا تريد أن تفعل في القضاء؟ القضاء على العين والرأس تمام؟ لكن نحن في عندنا قضاء كان في عندهم مشكلات بدنا نصلح هذا الموضوع في عندنا قضاء ودخلوا فيه يعني فيه مشكلات لكن القضاء لازم يكون محترم يعني أنا أريد أن أصلح هذه الدولة وأنا ماسكها ما بقدر أقول والله شو بدي أساوي شو بدي أساوي في القضاء؟ يعني المعذرة أنا رحت تقدمت لمنصب منصب مدير شريك فتقول لي في مقابلة العمل وهكذا هي في حقيقة مقابلة العمل الآن سأصبح تحت مسؤوليات أنا ولي أمر هذه الشركة سأصبح سأصبح مديرها أنا تقدمت لهذا المنصب فيسألني المجلس الإدارة الذي يريد أن يعيني يسألني تمام أنت شكلك شيخ متدين ولا قبل شكلك ماذا ستفعل في كذا؟ فأقول أنا بيهمني أنه تمام مثلا ماذا ستفعل في موضوع بعض التجاوزات الأخلاقية التي تحدث بين العاملين وهذا صار سابقا بل هذا راح تحكم راح تحكم بحسب يعني أنت شايف أنه مثلا الإختلاط خطأ وكذا فأنا كصاحب مؤسس كمدير مؤسسة ما في مدير مؤسسة أنا مدير مستشفى مثلا ليس مدير المستشفى من يحكم لو صار في تجاوز أخلاقي بين طبيب وطبيبة ولا طبيب ومريضة ولا مريض يعني ليس مدير المستشفى من يحكم أنا أقدم عندي حقيقة كما ينبغي فبقول تمام هذا أنا يهمني أن يكون الأمور تنضبط بيهمني إصلاح المجلس الآذاب طبعا هو بحسب المؤسسة وبيكون المجلس الذي يحكم بهذا الأمر لكن بهمني يكون في سياسات واضحة في موضوع التجاوز بهمني أن أؤكد على أنه كل العاملين اللي بيدخلوا يعملوا في المستشفى قبل أن يبدأ يضع يده على المريض يكون قبل ذلك أخذ دورة أساسية في الأخلاقيات في أخلاقيات المهنة وعرف حقوقه وواجباته القانونية وعرف ما له وما عليه وأبدأ أكد في السياسات فكرة أنه إذا ذهب طبيب مع مريضة يجب أن يكون هناك كذا هذا الذي هذا الذي يفعله مدير المستشفى مدير المستشفى ما بيقول له والله إذا صار هيك شو بتساوه بيقول له الله سأقيم عليهم الحد يعني إن شاء الله خير فهذا الذي كان يجيبه بالضبط فلما تقول لي تمام ماذا ترى في كذا الآن بعض الأشياء بتكون واضحة جدا فتكون مما أقدمه يعني أنا مرة ثانية بدي أرجع لمثال مدير المستشفى يأتي إنسان يسألني وأنا بدي أصيب مدير المستشفى ما رأيك في موضوع الصحة النفسية فأنا أصلا طبيب نفسي وبي أصيب مدير المستشفى فبقول آه والله أنا عندي مشروع بالعكس هذا من المشاريع التي أتيتكم بها أنه في عندي مشروع سيأتي بفرصة جيدة جدا للعمل لهذه البلد وفرصة جيدة اقتصادية لهذه البلد وعندي دراسة الجدوى تبعتها وكذا مع أنه مشروع تفصيلي لكن عندي إياه وواضح فهكذا فبعض الأشياء تكون واضحة بتفصيلها وبعض الأشياء تكون عندي قطعية مثلا تسألني تقول لي طب في موضوع إجهاض في ناس صاروا يحكم في هذا الموضوع حتى في البلاد العربية طب أنا مدير المستشفى والموضوع لن يكون حكمه الأساسي عندي هو المفروض شيء مؤسسي بده يكون في عمل عليه وأصلا يرجع فيه للقانون يعني فيه تفاصيل فيه لكن بالنسبة لي لأنه جزء أساسي من المشروع أو مما أقدمه وجه وشيء من الأشياء لأنه ممكن أترك وظيفتي تماما عليها وأقول لا يا جماعة الخير هذا ما بيمشي وأنا موجود فأقول لا هذا مرفوض تماما هذا عادي أنا بقرر فيه قرار أتجاوز فيه الكل لأنه أصلا يعني يمكنني هذا هكذا لكن مرة ثانية التصورات تبعت المسلسلات تبعت الناس اللي هم كثير من الناس عندهم المؤسسات إما أنها فاسدة تماما أو بدون الخلافة الإسلامية ترجع مين بمين ولا ما عندي مشكلة أنا بدي تفكر بالخلافة الإسلامية لكن أنا أدعوك يا أخي المسلم بارك الله فيك أن ترجع لسيرة السلف الكرام ارجع لسيرة عمر بن عبد العزيز أليس الخليفة الراشد الخامس كما نقول عمر بن عبد العزيز دخل على دولة فيها فساد ولم يصلح كل الفساد الذي فيها وأنا لا أريد أن أعطيك أمثلة إنت أحسن الأمثل لكن بدي أقول لك أنك ما بتعرف أصلح ما بين يدي في فساد بقية وفساد منظم يعني هو خلص النظام قائم عليه طبعا أنا أصلح ما أستطيع وما أستطيع لم يكن سهلا يعني أصلح الكثير من الأمور فهذا الذي كان يقول والرجل لا أقول أن كل كلامه صحيح من المية لكن هذا كانت طريقته في الكلام فمثلا لما يسأل أنا هذا المثال مثلا لما يقال له بسم الله ورواح الله لما كان يقول كما قلت لكم التدرج لا يقول ما فيه ما فيه تدرج الشريعة كمان لكن هناك حد استطاعة فإيش حد الاستطاعة لأنه أنا الآن إذا أصبحت أنا الرئيس لا يمكن أن يكون علاقتي مع الناس لا أستطيع أصلا وليس من صلاحياتي أصلا ولا أستطيع لعدة أمور ليس لأن الناس رحيز على بس لأنه أصلا في مؤسسات مختلفة أنا مؤسسة الرئاسة ليست كلها أصلا بيدي العسكر ليس بيدي الجيش القضاء ليس بيدي البرلمان ليس بيدي فأنا لا أزلوط أحكم أسأوي قرار رئاسي وخلصنا ما فيه هيك أصلا فهذا كان يقوله حتى بشكل واضح بل في نفس الحلقة اللي كان تعليق حتى الشيخ أبو جعفر على كلمة الشيخ حازم لما قال إنه الإنسان يختار الأسهل أو كذا في نفس الحلقة كان الشيخ بيحكي كانت مع معتز الدمرداش كان بيقول عن موضوع إنه أنا بقدر أبيع كلام أستطيع أن أبيع كلام وأقول أنا مع كذا ولكن البرلمان يفعل هو هذا الموضوع مش عندي فأنا معه لكن أنا بدي أحكي لكم الكلام الواضح فكان لما سؤل عن موضوع الحجاب حجاب المرأة قال يعني أنت في نساء مش محجبات في مصر فهل تتفرض الحجاب قال الحجاب هذا هذا شيء الكل مع الحجاب أصلا يعني أنت أنت تسأل السؤال لأنه كان السائل يسأل يقول أنه هذا حتى أصلا في الديانة في الديانات المختلفة الحجمة أصلا مطلوبة فلا أحب ضد هذا لكن السؤال هو أنا كيف سأغير في هذا وذكر شرحي هذا أنه أنا متصور الفترة هذه الرئاسية لأربع سنوات اللي بدها تكون هذه لن يتغير شيء في شكل مصر العام يعني لأنه لن يكون هناك القدرة على هذا نعم سأخطط لمستقبل معين لكن نحن بنا نعرف بدي أعرف أنا ماذا أستطيع أن أفعل وتحمل الناس لهذا ففي أشياء أستطيع إيقافها تماما وذكر في حلقة أخرى كانت مع ما أعرف إذا عمر أديب ولا كذا ذكر فيها موضوع الخمور أظن القمار ذكر كيف أنه هذه الأمر يسل جدا منعه تماما منعه مباشر ولكن في أمور يقول أنه أنا كيف يعني كيف كيف سأصل إلى هذا هل معنى أنا بتدرج في أنه الحكم الشرعي في الموضوع لا ولا واجبه ولا أنه واجب على الناس أو واجب على الحكومة أن تأمر به وكذا لكن الفكرة تمام أنا متى أستطيع أن أقول هذا وكيف أوطن الناس عليه هذا السؤال وأجاب من ضمن الإجابة قال أنه أنا أستطيع أن أبيع كلام أبيع كلام أيش معنى أبيع كلام يعني أقول لك أنه طبعا أنا مع الحجاب والحجاب هذا الشيء الأساسي لكن بالنهاية هذا يعني ليس صلاحيتي وإنما أنا أدعو الناس له ومنشوف البرلمان إيش بيحكي ومنشوف وهكذا لأنه هو لما رئيس يقرر مثل هذا القرار ولا شيء بتيجي المحكم بيرفع قضية البرلمان بيرفع شيء القضاء بيحكم وبعدين بتنكسر كلمته وخلصنا ويستخدمونها ضده هكذا فكذلك الأمر في السياق بعدين لما جاء السؤال عابرا حتى لم يطل فيه بتفصيل لأنه كان في كلام عن سياق آخر فذكر مثلا موضوع الفن ذكروا موضوع الفن وكان في كل الكلام عن المرأة وحقوق المرأة والسالفة فحتى كان في السياق موضوع حتى المرأة وما المرأة ذكر موضوع المسيرات اللي هو المظاهرات والمسيرات مسيرة المرأة وعلق على هذا أنه شيء لا يرتضي فكرة أن المرأة تخرج في مسيرة يعني أنه هذا حتى فيه طعن في رجولة المجتمع وعيبين فذكر هذا وآخر فضلا عن التعدي عليه فذكر موضوع النساء ومنه راح على موضوع الفن فتكلم بالفن قال الفن الفن هذا إذا الفنانين نفسهم بطلوا والناس قالوا ما بدنا فن إحنا ما نقول بدنا فن وهذا ذكره مرة أخرى في سياق عابر أنه الفن ضرورة ويقصد بالفن إيش الفن لأنه وأحال في نفس الحلقة قال أنا عندي محاضة كلام طويلة حول الموضوع وفي حلقة موجودة ومنشورة ارجعوا له فأحال لم يفصل لأنه إيش الفن الفن مش الطبل والمزمار الكتابة فن الفيديوهات الوثائقية فن فهو يقول أنه هذا ضرورة أنه الواحد يصنع ثقافته وذكر في أكثر من معرض أيضا في حلقات أخرى لما يسأل ليش هو فكرك مثلا بريطانيا لما كان جزء من استعمارها للعالم وما زال الآن جزء من الشغل الأساسي تبعها اللي هو تعليم الناس اللغة الإنجليزية ولذلك المعهد البريطاني في كل عالم يعلم الناس اللغة الإنجليزية مجانا ظهيح اختبارات بفلوس لكن تعليم الناس اللغة الإنجليزية وبطرق مختلفة وبثأليف وهكذا فيقول أنه نعم إحنا بدنا ننشر اللي عندنا وكذا هذا هو ولذلك هو دائما يعني مرة لكن أحيانا إيش اللي بيصير في بعض المقاطع اللي بيحكي فيها الشيخ بيكون في سياق لا يذكر المسألة بتفصيلها فيرجع للسياق اللي بيذكر فيها المسألة بتفصيلها لأنه مشكلة الحلقة هو سيدكر كل المسائل المشكلة بتفاصيلها لأنه لما يتكلم عن عمل المرأة قالوا له يعني أنت بدك تمنع النساء من العمل فهو في بعض الحلقات ستجده يجيب يقول شوف يقول أن الناس تؤلف كلام من عندي نفسها أنا لم أقول هذا الكلام وبيتجاوز طيب إيش هو كان الكلام الكلام أنه آه المرأة يجب أن لا تضطر للعمل والعمل فيه ضوابط شرعية وكذا ويجب أن لكرامة المرأة ويتكلم هنا عن كرامة المرأة المصرية لأنه يتكلم عن المصريين ككل أن لا تضطر للعمل لما تضطر للعمل بدها تتزوج بدها تربي أولادها لما تضطر للعمل ولكن بدها تعمل وعمل مشروع يعني هذا هو شأنها ويفصل في هذا ويقول هذا ما حدا بيقول أنه حتى هذا لكلام أهل العلم وليس الكلام مش معقول أنا أروح ألتقط له لما قال أنه والله أنا لما يسأل أنه أنت يعني تريد أن تجلس النساء في البيت وقال وقال هو لا لم أقول هذا الكلام فتقول يعني هو مع خروج المرأة لا ليس مع خروج المرأة وكلامه واضح وحلقاته موجودة يعني هو يعني المعذرة حتى دروسه الشرعية أو دروسه اللي بيتكلف فيها في الدين وكذا والتي يدعو فيها المرأة إلى جلوس في بيتها أو حتى بعض الفتاة ولما واحده تسأله ويجيب ويقول هذا ويوضح وليس عنده إشكال فيه لكن الآن هو لما يجيب كإنسان مرشح لهذا المنصب فلن يقول يعني إيش بدي يساوي بدي يمنع العمل يعني هل سيمنع مبدئيا حتى لو كان الحاكم المسلم الأمير المؤمنين هل هو الذي سيأمر وينها في هذا هل يعطي مرسوم أنه ممنوع عمل المرأة ولا أن يهيئ هذه الظروف التي كان يتكلم عنها أن المرأة أصلا لا تحتاج لهذا قدر الإمكان وإذا احتاجت أن تجد البيئة المحترمة والسلام عليكم ورحمة الله فبتكون هناك يعني أنت بتكلم عن واحد بيتكلم عن منصب رئيس وواحد دارس الموضوع المعذرة دراسة محترمة وإنت لسه عمرك أبصر ما أعرف كم عمرك ستعاش سبعة عشر سنة تحمس للقضية شوي آه هو لا يريد أن يخرج المرأة يعني رئيس بده يشتغل على مشاريع ثقافية في موضوع أنه أصلا المرأة كيف تقوم بيدورها كأم وكزوجة ويصلح المجتمع لفكرة أنه يتحمل مسؤولية أصلا ويصلح في النظام ما يساعد أن المرأة أصلا لا تحتاج العمل وإذا احتاجت العمل أن تجد عمل محترم بعيد عن الاختلاط وبعيد عن الفساد إيش بدك يساوي؟ هو لا يفتن ناس أن المرأة في هذا السياق هو لا يفتن ناس أن المرأة تخرج ولا ما تخرج مشكلة فمثلا هذا فأرجع للمثال برضو اللي كان مشكل الموسيقى الموسيقى رأي شخ حازم يعني هو يرى الموسيقى حرام ولكن لما في السياق هكذا ذكر يعني والموسيقى قال الموسيقى يعني أنت قاعد بناقش الرجل في دولة وكانت الناس في دماء الدنيا والعالم الدنيا قايم قاعدة فبيجي بيرقي كلمة الموسيقى فهو يشبقه الحازم بيقول الموسيقى مسألة يعني اختلف فيها الفقهاء الآن طبعا تعرفون أنه مسألة اختلاف الفقهاء في الموسيقى أصلا فيها خلاف فبعض الناس يرى أن المسألة فيها خلاف طبعا ويرى الحرمة ولكن بعض الناس يرى أنه هي محرمة لكن في علماء معتبرين اختلفوا وفي ناس يرى أنها محرمة وخالفها ذول المتأخرين أصلا لا عبره تبقوا لهم الآن فلنفترض أنه ما أخذ هذا القول أنه يرى في المسألة خلاف ويرى في المسألة خلاف لا يرى أنها سهلة يعني لا يرى أنه حلال يرى أنها حرام ولكن المسألة فيها خلاف فلما أكون أنا متقدم لمنصب رئيس الجمهورية إذا ما أقول لك أنا مدير مستشفى أنا متقدم لمنصب مدير مستشفى والمجلس سوى معي مقابلة ويسألوني أنت شكلك شيخ ترى الموسيقى حرام ماذا ستفعل في الموضوع وهذا من صلاحياتي أقول أنا هذا سأجد صراحة له الطريق بالنسبة لي قد أقول أنا صراحة سأكون ضد هذا لكن ضد هذا معروف مثلا في المؤسسات مثل هيك في أشياء لا يكون فيها الأمر لمدير المؤسسة في أشياء تحتاج مجلس تحتاج ضبط معين تحتاج مثلا في سياق مؤسسة هي عملها هيك فأنا أريد أن أغير فيها تغيير على مهلي فأقول قولي وأقول لا أستطيع أن أفرض هذا ولكن أنا أعرف أن كثير من الناس في هذه المؤسسة مثلي مثلي أنا ينزعجون ويرون هذا حرام ويستأثمون عندما يسمعونها فليش لما تزعجونهم وهذا بحسب مواثيق هذه المؤسسة إنه إحنا نحترم التعدد وهو فبدنا نحترم التعدد طبعا قد تقول لي هذا التنازل هذا التعامل مع الواقع اللي أنا لم لست صاحب المستشفى ولست من أنشأها ولكن أنا متقدم لهذه الوظيفة قد تقولي لا تتقدم لهذه الوظيفة تمهم عندئذ هذا بنرجع لحكم فكرة أنه هل الإنسان يستطيع أن يدخل في العمل العام يعني هل أنا إما أن أكون مدير قسم 100% على الشريعة أو لا أكون مدير قسم رئيس قسم أو مدير مستشفى أو مدير مؤسسة أو مدير أي شيء مدير سوبر ماركت وهذا حكم شرعي حكم شرعي بيسأل فيه أهل العلم فتوى بحسب الحال ولكن إذا دخلت هناك وتعاملت بحسبه ما دمت لم أتنازل عن ما أعتقده وليس فقط في داخلي بل أعلنته أنا هذا الذي أعتقده ولكن في التعامل معه يكون كذا وكذا آه طب المشكلة التي تشكل على كلام الشيخ هنا إنه آه طب أنت لا تستطيع أن تتعامل مع الموضوع وتقول ليس هناك عند استطاعة في منع الموسيقى في كل مصر فيعني تسمح بها لا ليس هذا ما قاله أصلا وهذا شرحه في أكثر من سياق إنه هذا الأمر يكون بحسب الاختصاص يعني يرجع الأمر وهذه الكلمة أنا يعني تعلمتها منه يرجع الأمر لأهل الاختصاص للمؤسسة صاحبة الاختصاص كيف يعني؟ يعني إحنا بدنا نسوي مشروع معين في جوانب شرعية أليست هناك جوانب شرعية؟ طيب جوانب شرعية ليس رئيس الجمهورية من يحكم فيها الجوانب الشرعية من يحكم فيها هو مجلس الإفتاء أو الأزهر ولذلك هو دائما يكرر أنا يهمني أني أصلح مؤسسة الأزهر ودائرة الإفتاء لكي تكون قادرة على القيام بوظائفها كما ينبغي طبعا بعض الناس يرى أنه أصلا مستحيل إصلاح هذه المؤسسات لأنها غارقة من سأسير الراسي وحتى في جذورها فيها إشكالات هذه المسألة يعني يمكن أن تناقش ويعني قد أنا أقف مع هذا الرأي بدرجة كبيرة ولكن فعليا في الفترة اللي كان بيحكي فيها حتى الشيخ حازم صلاح اسمعيل كان لأهل الحديث بشكل عام والسلفية في مصر كان لهم يعني وضع ووزن وكان يمكن أن يكون لهم أثر جيد في هذه المؤسسات وأصلاحها لو أنهم يعني قدر الله ما شافع لا نقول له بالدكس صحيح أنا شخصيا لا أحب تعبيره اللي عبر فيه بالضبط في هذه المقابلة لأنه في أكثر من مقابلة أخرى وأكثر من فيديو آخر عبر بشكل أوضح وأحسن عن نفس الموضوع ونفس السياق إنه أنا ليس لي كرئيس إني أفرض على الناس اللي أنا شايفه خاصة إذا كان الأصعب إلا في أشياء واضحة وتكون جزء أساسي من شيء واضح يستطيع أن أنطح فيه يعني أنا خلص بدي أمنع الخمر طب ما حتى منع الخمر بيحتاج عمل مؤسسي نعم لكن هذا شيء الشريعة تحث عليه الدراسات واضحة فيه من قطعيات الشريعة يعني شيء واضح جدا بيحتاج عمل مؤسسي لكن أنا أستطيع أن أجعله جزء من حتى مشروعي الأساسي خلال هذه الأربع سنوات أما تقول لي بدي أمنع الموسيقى ولا ما أمنع الموسيقى هذا فيه مناطحة ومنازعة كبيرة جدا حتى مع إسلاميين عايشين على الأناشيد الإسلامية وعندهم مؤسسات مخرجين ومنتجين وتلحين ومش عارف إيش هل هذا يمنعني أن أعمل على هذا الأمر؟ لا لكني لن أجعلها معركتي الآن وأصير أقول آه والله لا سأقف في وجههم وكذا لأنه أنا في المقابل صحيح أنا بدي الإسلامي المسلم يقف معي في معركتي في هذه معركة الرئاسة ولكن في المقابل أنا أريد الإنسان اللي عنده تخوفات أهل الباطل قاعدين بيكثروها ويكبروها لا أريد أن أعطيه حج أيضا أن يقف مع الباطل فقط لأنه ما فيهمني بشكل جيد فقل له لا لا أنا فعلا ليس شغلي وليس وضعي أن أصعب عليك الحياة وليس ما أريده هو فقط أن أشدد عليك حتى وإن كانت هذه الأحكام هي الصحيح وإنما أريدك أن تطمئن لهذه الفكرة وهي أني أريد مؤسسات ولذلك تجد الشيخ نفسه بعض الأسئلة يجيبها بيقول آه نعم أريد كذا لأنها شيء واضح بالعكس يطمئن الناس ويحبب الناس بهذا ويقول أنه أنت أصلا يا ناس بالكوية ألا تريدون كرامة المرأة واحترام المرأة والعطف على الناس والبعد عن الخمر والبعد عن الفاحشة والبعد عن كذا تماما في الإشياء اللي فيها آه لا آه شيء فيها شبهات أصلا عند الناس يحاول يعني أن يتكلم معهم بدرجة من الدبلوماسية دعني أقول لكن بدون أن يضيع الثابت طب لعله هذا يدخل في موضوع إيش اللي هو إنه هذا كما كان يعني هذا كان هذا يعد في الزندقة بل هذا الشيخ حاديم صراحة أسمعيه اللي يقول هذا أصلا اللي هو أخذ الأسهل دائما أخذ الأسهل من كل شيء اختلف الناس في كذا فإحنا بنأخذ الأسهل اختلف الناس في كذا فإحنا بنأخذ الأسهل اختلف الناس في كذا فإحنا بنأخذ الأسهل هذا من الزندقة اللي هو التقاط من أقوال العلماء دائما الرخص هذا من الزندقة يعني أحيانا تخرج فيه من الدين طيب وهذا شيخ حازم نفسه يقوله لكن في المقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي كان في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين شيئين شيئين إلا اختار إيسرهما فهو يقول أنا هذا شعاري قد تقول لا ما هو ذكر المثال يعني ذكر شعار اختيار الأيسر في مثال مشكل وهو المسيق فهنا بيأتي الإشكال في فهم المثال نفسه لأنه أنا إذا كان الأمر عندي فقط في أي مسألة علمية بروحة للأسهل نعم أكيد هذا بيدخل في الزندقة وليس هذا قوله وكلامه الواضح في سياقات مختلفة يبين غير هذا ولو كان الشيخ حازم على غير هذا أنا ما عندي مشكلة أغلطه يا جماعة الخير كم من الناس الموضوع عندنا ليس لسواد عيون أحد ولا لأنه نحب من دافع عنه لأنه ما من حبه ما من دافعه ليس هكذا الحياة وكم من الناس كنا نحبهم وما زلنا نحب لهم الخير لكن لما كان عندهم الأخطاء نبين أخطاؤهم معنا مشكلة فلما لا نبين أخطاؤهم يعني ولكن ليس هذا ما كان يقول الرجل بل يقول أنه الأسهل من أي وجه من التعامل معهم كما قلت لك هذا أسهل وكثير من كلامه صراحة كان يشكل على كثير حتى من أتباعه للاسف ما كانوا يفهموا اللي بيحكيه شيخ وهذا ذكرته أنا سابقا الشيخ عند نوع من العبقرية الذي يصعب فهمه إلا بتدقيق وتمحيص في كلامي فكان من ضمن ذلك إنه أين الأسهل حتى في التعامل مثلا مع موضوع الخمر أيها أيسر أن أقول للناس حتى فكرة أني أقول للناس إنه آه هذا جزء من المشروع وبالعكس هذا بدنا إياه وهذا سيسع يعني هذا اللي بدنا إياه كلنا هذا أيسر وفي حين التعامل مع الموسيقى أجعله مؤسسيا أكثر وأبتعد أنا عن جعل نفسي في المواجهة فيه أيسر على الناس وأسهل لهم ونتكلم فيه على مهنة هذا من الأيسر ليس معناه أني سأسمح به ليس معناه أني أرضى به وخاصة مرة أخرى إن كان الأمر موضح في سياقات مختلفة لا أريد أن أطيل في الكلام هذا كان المقصد توضيح قدر إمكان ما كان يقصد الشيخ في هذه المسائل وأن الإنتقاد عليه في هذا أنا أعتقد أنه في غير مكاني يعني المعذرة أنا أعطي مثال على العكس على العكس يعني كيف أنه أحيانا أنت يؤخذ الكلمة في سياق غير سياقها مع أنه سياق لوحدها كذا تقول واضح يعني يعني المعذرة الكلمة القبيحة التي يستخدمها خصوم الشيخ أبو جعفر في نقده اللي اقتطعوها من سياقها ويكذبون بها عليه وهي أنه في سياق أناس غير مستقيمين لا يستقيم مع نفسه فتجدوا يترحم على أهل البدع الكبيرة ثم على إخوانه بيشتدوا بيفجر بالخصومة وكذا فالشيخ كان يتكلم في هذا السياق ولكن السياق القريب جدا هو إيش هو أنه يعني أنت تترحم على أبي حنيفة لعنة الله عليكم هل إنسان يلعن لأنه يترحم على أبي حنيفة لي أي منهج هذا أنه إنسان يلعن لأنه يترحم على أبي حنيفة فبيأتي الإنسان غير المستقيم بيأخذ هذه الكلمة بيقول شوف هذا بيلعن من يترحم على أبي حنيفة وليس هذا الأمر أبدا تقول لي كيف ليس الأمر هايو سمعنا صوته يقول كذا وكذا هايو تماما قال كذا في معرض كذا قل لك لا هو ليس هكذا الأمر أوضح منها بكثير هو القصة واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة فإذا فهمت القصة عرفت آه تمام إذن هو يقول هكذا لكنه هكذا أتبعها مباشرة قال كذا وكذا يعني فمن لا يعرف السياق يقول آه إذن هو يلعن من ترحم على أبي حنيفة وليس الأمر هكذا تمام أبدا وكذلك الأمر أنا أقول كلام الشيخ حزم فكان في سياق عابر جدا في سياق مقابلة آه إنه فكرة إنه أنتو بتجيبولي القضية مثلا بتلقي لي كلمة موسيقى بتقول لي موسيقى قل لك ما بزبط أنا فكرتي أنا صراع الرئاسة مع الناس وإني بدي أفرض عليهم وهكذا وحد الاستطاع وهذا الذي ذكرته وما بدي أعيده من أول هذا كان سياقه ولو كان الشيخ يقصد إنه ننتقي من الأقوال أسحلها ترجمة نانسي قنقر